وخلال فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري حول الاقتصاد الأقدر والمستقبل ألقى رئيس جمعيات رجال الأعمال المصريين علي عيسى كلمة أشهر خلالها إلى أن مصر تشهد خلال الفترة الحالية تفرة اقتصادية غير مسبوقة وخطوات جدة نحو تحقيق إصلاح اقتصادي متكامل الأركان ومن جانبي ألقى رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري خالد نصير كلمة أكد خلالها أن مصر بقيادة رئيس أسيسي تسرع الزمن لتحقيق التنمية الشاملة وطموحات الشعب المصري أهم الملفات هي التعاون في مجال النقل التكنولوجيا والتكنولوجيا للنقل الزكي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا للصناعات النظيفة هذا أهم الموضوع وبالإضافة إلى جذب استثمارات صناعية كورية لاستخدام مصر كمنصة للتصنيع وإعادة تصدير منتجات كورية لباقي العالم الحقيقة منتدى الأعمال النهاردة منتدى مهم قامت بتنظيم وبالتعاون مع الصفارة الكورية جمعية رجال الأعمال المصريين وهو لمجلس الأعمال المصري والكوري الجانبين موجودين في هذا اليوم مصر دورها الآن بقدور محوري في المنطقة وفي العالم وخصوصا بعد ما أسند إليها استضافة مؤتمر المناخ عشرين اتنين وعشرين اللي هو مهتم بالتغيرات المناخية اللي بتحصل في العالم والاقتصاد الأخضر لأن احنا عندنا تحديات كبيرة موجودة في العالم في الوقت الحالي وهي تغيير المناخ والانبعاثات الكربونية ودي اللي هتأثر على الحياة البشرية كلها ويمكن كلنا في مصر ملاحظين حتى التغيرات دي بتعمل ايه دلوقتي